يعني هو كفوء أكثر من العامل الأجنبي أستاذ سامر تريد تقنعني؟ العمالة الأجنبية ما صارت عمالة أجنبية ما طلعوا من البلد إذا ما هو كلش كفوء من دايجي إلى البلد خلينا نكون صريحين هاسا إحنا مو من العراق العراقي إذا يطلع بره ويشتغل عنده فات كفاءة معينة يعني بشغلة بره إذا بدي نحكي بشركات مرموقة مو شغل عادي يعني هذا من دايجي العراق ودي يدخلوا تأمين صحي إلى امتيازات إلى ما جاء من الشارع اليوم خلص ثانوية أكيد هو عنده كفاءة اليوم يقول لك يعني بعض الشركات الأجنية تقول يا بترى ما عندكم هذه الكفاءات يعني رأي لكم هواية تدريبي رأي لكم هواية شغل مؤهلات ماكو خبرات عمل موجودة بسبب ظروف العراق يعني ما تعتقد كشركة كعمل هي شايفة الأجنبي أحسن من المواطن أنا ممكن هذا العمال الأجنبية استفاد منها بالخدمات يعني الخدمية خب عندنا أكو هواية يعني شباب خريجي اختصاص مثلا النفط خريجي اختصاص الزراعة يعني خريجي اختصاص هذه الاقتصاصات العلمية الموجودة حاليا عندنا بالعراق هذا كل من أجي يعني استاذ أحمد السحنان مثلا ما عد نفد ألف خريج متخرج من معحد النفط قاعدين ما عد نفد ألف خريج أنا أسألك سؤال جوني ما عد نفد ألف واحد من معحد النفط خريجين قاعدين ها هذول الألف واحد ما ألقى منهم بالبصرة فد ثلاثمية مثلا فد ميتيين هذول عتم خبرة بمعحد النفط والاستخراج والأمور خبرة نظرية خبرة نظرية استاذ سامر لا لابد أعاني أهم كذلك خريج معحد نحن بالمعحد عندنا دراسة عملية وعندنا دراسة نظرية فلابد أنه يكون عنده خبرة أوظف هذول الميتيين معك يعني ميتيين اللي نشوف بهم الطاقة والكفاءة والعمل الجيد أوظفه ومع ذلك أنه أخلي العمالة الأجنبية متناسبة نوعا ما متشاكلة نسبة ما يعني أنا مو كل أجيب يقول لك أنا ابن الوطن قاعد أنا وظفني عندي شهادة عندي اختصاص عندي كفاءة بهذا العمل عندي لماذا تخرجت لماذا درست لماذا تعبت لماذا أجيت حتى أقعد مثلا يعني أستاذ أحمد نحن هم كذلك نحن مريد نقول كل أنه بس هم أكو خطية يعني أكو شباب عندهم ترطاقات أكو شباب عندهم كفاءة أكو هواي ناس عندها أموره قاعدة بالبيت يعني هذا من جانب جانب آخر أستاذ أحمد يعني كذلك العمالة الأجنبية تكلفك يعني يعني اقتصاد وتكلفك أمور أخرى يعني بالداخل يجي يقدم جوازه حتى يدفع فلوس وهنا الأخوان حتى يأخذوا هذا فأني ليش ما أخلي الكفوئين وأمطيهم يعني مساحة وأمطي فرصة حتى يبدعي بعمله ولا يهاجر الشاب ولا يروح يصير غير شكله ولا يطلع مظاهرات ولا حتى يصير مندس ولا حتى يصير مخرد ممتاز أعتقد أكو بيها حلول أستاذ أحمد أكو بيها حلول